خلال اليوم الثاني من قمة تونس الاتحاد الأوروبي التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم ببروكسال رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي وأكد رئيس الدولة بالمناسبة على ما تتقاسمه تونس مع الاتحاد الأوروبي من قيم ومبادئ وما يجمعهما من تطلعات مشتركة لمواكبة التحولات المتسارعة في العالم ودعا في هذا الإطار إلى استشراف يفاق جديد لروابط الصداقة المتينة بين تونس والاتحاد الأوروبي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والشراكة من أجل الشباب فضلا عن اعتماد مقاربة شاملة ومتجددة لملف الهجرة ودعم جهود تونس في توفير اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 وتكثيف التعاون والتبادل في مجال مكافعة الإرهاب وتحقيق الأمن من جانبه جدد دافيد ماريا ساسولي تمسك البرلمان الأوروبي بالوقوف إلى جانب تونس في جهودها لتحقيق التنمية المستديمة وجذب الاستثمارات ودعم تجربتها الديمقراطية وتولى رئيس الجمهورية بالمناسبة تدوين كلمة في السجل الذهبي للبرلمان الأوروبي وجرى اللقاء بحضور وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج عثمان الجرندي والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي ناديا كاشا كما التقى رئيس الدولة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين وادع رئيس الدولة خلال اللقاء إلى دعم جهود تونس في الحصول على اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 وتعزيز مجالات التعاون في قطاعات الصحة والشباب والمرأة والتشغيل ومعالجة الهجرة غير نظامية والبحث العلمي والتعليم العالي ودعا رئيس الجمهورية قايس سعيد إلى النظر في إمكانية جدولة ديون تونس لدى الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى استثمارات من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية دعم تونس اقتصاديا خاصة في مجال تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الأخضر والتربية والتشغيل والتوجه نحو الترفيع في حصة الطلبة التونسيين للدراسة بالجامعة الأوروبية واختتم رئيس الجمهورية مشاركته في القمة الثانية تونس الاتحاد الأوروبي بعقد محادثة ببروكسال مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ومثل هذا اللقاء فرصة جددة من خلالها رئيس الدولة تمسك تونس بمزيد الارتقاء بعلاقاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وحرصها على أن تكون الشراكة المميزة القائمة بين الجانبين رافدا أساسيا لتطوير آليات التعاون والتبادل وفق رؤى مبتكرة تعطي الأولوية لتمويل وتنفيذ مشاريع وبرامج تحقق الإنعاش الاقتصادي وتخلق مواطن الشغل وتساعد على معالجة ملف الهجرة غير النظامية والتصدي لكل مظاهر الإرهاب والتطرف وكانت هذه المحادثة فرصة أيضا جددة من خلالها رئيس الدولة مواقف تونس ثابتة من بعض المسائل الإقليمية وفي مقدمتها مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في استرداد حقوقه كاملة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واستعرض رئيس المجلس الأوروبي مواقف المجلس من بعض الملفات الإقليمية وأثناء بالمناسبة على دور تونس الإيجابي في دعم الحوار الليبي وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد عقد مساء أمس جلسة عمل مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فارنر هاير بمقر سفارة تونس ببروكسل ودعا رئيس الدولة بالمناسبة إلى تعزيز علاقات الشراكة بين تونس والبنك لسيما عبر المساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وفق سياغ وآليات مبتكرة ومعاذضة الجهد الوطني لمجابهة جائحة كوفيد-19 وتعزيز دور البنك في تطوير المؤسسات التربوية وتمويل المؤسسات الصغرى كما أعرب رئيس الجمهورية عن تطلع تونس إلى مساهمة البنك في تمويل مشاريع كبرى على غرار مدينة الأغارب الصحية والقطار السريع من جانبه جدد فرنر هاير التزام البنك الأوروبي للاستثمار بمواصلة دعم تونس وتمويل مشاريع في مجالات ذات أولوية على غرار النقل والتربية والطاقات المتجددة والبنية الأساسية والتعليم والرقمنة المفوضية المجلس البرلمان مؤسسات ثلاث بارزة للاتحاد الأوروبي تجدد الحوار معها من خلال هذه الزيارة بما سيسمح بضبط الأولويات الاستراتيجية للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي إلى حدود سنة 27 و2000 للتلفزة الوطنية التونسية ناجح المساوي من أمام مقر المفوضية الأوروبية